السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عارف أن النهاردة بادي معاكم النهاردة ببداية مختلفة لأن إحنا بديين الشهر الكريم وبدأت معاكم بتحية الإسلام اللي هي السلام عليكم على غير عدت في البدء اللي أنا ببدأ فيها بالحمد لله علشان ده أول يوم في رمضان ومن أول لحظة معاكم عايز أقول لحضراتكم قد إيه إحنا محتاجين نخلي رمضان ده رمضان مختلف قبل ما أقول لكم إزاي حابب أهني حضراتكم الأول وأقول لحضراتكم كل عام وحضراتكم الخير كل عام وحضراتكم الجمال كل عام وحضراتكم الرحمة بمناسبة شهر رمضان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدوا علينا بالخير واليمن والبركات وعشان رمضان السنة دي مختلف وبيدخل علينا في ظل ظروف استثنائية بلا شك ظروف استثنائية وصعبة مليئنا تحديات كتيرة يمكن أبرز التحديات اللي احنا بنواجهها في رمضان هي حالة الصراع اللي بقت منتشرة في أماكن كتيرة حوالينا وكمان شعورنا احنا كمان بالخوف من بكرة حبيت نطلع من رمضان السنة دي زي ما بنعمل كل سنة إن احنا بيبقى رمضان عندنا كأنه برنامج مستقل كأنه معنى يبضل موجود معنا في حياتنا إيه المعنى اللي احنا عايزين نطلع به من رمضان السنة دي سلام احنا السنة دي عايزين نخرج بعنوان السلام خلونا نشرح لحضراتكم الفكرة احنا عارفين إن رمضان أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره وعدكم من النار وعشان كده وإزاي إن الحاجات دي ممكن نوصل بيها إلى السلام لأن التلاتة دولار غزلناهم مع بعض هيوصلونا للسلام هنعرف إزاي نقدر نوصل للسلام وإزاي هنعيش مع رمضان ونخرج من رمضان بالسلام وإزاي هندوق حلاوة السلام في رمضان عشان رمضان السنة دي رمضان السلام ولكن هنكمل مع بعض ده ولكن بعد الفاصل رجعنا حضراتكم وقبل الفاصل كنا بنتكلم عن معنى اللي عن نعيشه مع بعض في رمضان السنة دي وكنا قلنا إن المعنى اللي عن نعيشه هو السلام واحد يقول لي طب ليه السلام ليه عن نعيش بالسلام عشان اللي خرج من علاقة وموجوع وحاسس بالوجع في قلبه وحاسس إن الدنيا كلها بقت بيت أشباح محتاج سلام اللي نايم وخايف على مستقبله ومحتاج إن هو يصحى الصبح محتاج إن يصحى الصبح ويجي له بالسلام البنت ويعيشة وحاسة إن هي معنى ده السند من أبوها وأمها ومش قادرة تكمل حياتها كمان محتاجة سلام الشخص وهو بيفكر في مستقبله وهلا يقدر يكمل ويتجوز ولا لا محتاج وهو بيفكر إن هو يحس بالسلام الشخص اللي حس إن الناس خدعوه هو محتاج يحس بالسلام جواه كلنا محتاجين إن احنا نحس بالسلام وعشان كده احنا قلنا إن رمضان السنة دي يكون بيتكلم عن السلام علشان نشعر بالسلام لازم نشوفه في المعاملات لازم نشوفه في كل المعاملات فقلنا إيه المعاملات اللي حوالينا احنا عدنا نسأل نفسنا كتير إيه المعاملات اللي عندنا كان أول معاملة يا المعاملة مع الله فلازم نشوف السلام في المعاملة مع الله ودي اللي بيقابلها في حديث رسول الله الرحمة ودي بتكون أول محطة وبيكون شعار المحطة الأولانية دي إيه البقاء في حضرة الله سبحانه وتعالى وبعدين تيجي المحطة التانية اللي بتتكلم على السلام في المعاملة مع الناس ودي هيقبلها المغفرة وبيكون شعارها أن احنا ندخل الجنة في حياتنا الأولى وكمان نشوف السلام في المحطة الأخيرة السلام في المعاملة مع النفس ودي هيقبلها العطق من النيران والمحطة الأخيرة دي المفروض بيحصل فيها تمام السلام ويكون شعارها الميلاد الجديد اللي احنا دايما بنتكلم عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية أخرى من صام رمضان إيمانا واحتسابا عاد كيوم ولدته أم أنا عندي اعتقاد وعندي تحليل لكل العبادات الأربعة إن هي بتجعل الإنسان يولد من جديد وعشان كده عشان نقدر نتحقق بده لازم نبدأ نبص هو إيه اللي احنا محتاجينه وده اللي يحققوننا السلام الاتزان لازم يحصل لنا ده اللي يبدأ بالإحسان مع الله ثم التدريب على الإحسان مع الناس فبعد كده ييجي يسكن الإحسان مع النفس كل ده كل اللي فات اللي أنا قلته ده جبناه من برضو الكلام عن رمضان لما سمعنا مولانا سبحانه وتعالى بيوسف ليلة الأدر في القرآن الكريم وبيقول سلامنا هي حتى مطلع الفجر فعلى الوصف البديع لهذه الليلة خلينا نعرف أن در التاج هذا الشهر هو السلام وكأنه بيشاور مولانا سبحانه وتعالى أن احنا لازم في الشهر ده نخرج وإحنا عايشين بالسلام لأن كانت دي الهدية اللي ربنا بيدهننا في ليلة الأدر أن هي تكون السلام وكمالها نلاقي كل محطة من المحطات التلاتة اللي احنا هنتكلم عليها ونمر بيها بيلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيوصينا فيها بالسلام فالبقاء في حضرة مولانا نلاقي السلام واضح فيها في قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم آه سلام ربنا سبحانه وتعالى نحن بين الله تسمع قلوبنا أن الله سبحانه وتعالى يلقي علينا السلام يلقي علينا السلام مش بالحروف ومش بالأصوات لكن يلقي علينا تجليات السلام ولما ندخل الجنة اللي نعيش فيها مع الناس وعشان كده فيها معنى السكنة تبقى أكتر آية لهم داروا السلام عند ربهم آه وبعدين تحياتهم فيها سلام يبقى كمان نعيش في السلام مع الناس وأما الميلاد الجديد اللي يكون فيه بنعيش مع نفسنا فنلاقيه في قولي تعالى سلامه نهيه حتى ما اطلع الفجر وليه رمضان بقى بالتحديد نعيش فيه بالسلام ونطلع منه بسلام لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف ليلة القادرة زي ما قلنا بالسلام يبقى أكتر حاجة ممكن فيها نستطيع أن احنا حضرة النبي قال لنا التميسوها يعني اطلبوها حتى ولو باللمس إذن الخير اللي فيها والنور اللي فيها هو النور الذي نتغياه في رمضان وعشان كده خلونا بقى نبدأ النهاردة بأول محطة وهي المحطة اللي احنا أطلقنا عليها محطة البقاء في حضرة الله وهي التي سنحاول أن نعيش فيها السلام في المعاملة مع الله واللي هي بتكون بداية عشرة الرحمة وبيكون أول سلام عندنا تعالوا نبحث مع بعض إيه أكتر حاجة وإحنا بنعبد الله سبحانه وتعالى ممكن تخلينا حسين إن إحنا مهددين أوقات كتيرة وإحنا بنتعامل مع ربنا بنحس إن إحنا مهددين في ناس كتيرة دخل رمضان وحسة إن رمضان ده مش بتاعه إن هم مش هيقدروا يحصلوا اللي هم بيرجوه من رمضان عارفين ليه؟ لأنهم فقدين السلام بينهم وبين ربنا إيه أكتر حاجة ممكن تحسسك بالسلام بينك وبين الله وده أول لابنع نحطها في بناء العلاقة بيننا وبين الله هو سلام المحبة الربانية إن أنت لن تستطيع أن أنت تشعر بالسلام في معاملتك مع الله إلا وإنت حاسس بأن الله هيحبك آه زي ما أنت سمعتني كده أن الله يحبك الله لما أوجدك بلا تمن وبلا شيء وبلا مقابل لا يفعل هذا إلا الحبيب أنا عايز أقول لحضرتكم إن السلام أولا لازم يأتي من الله ولذلك في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام يبقى السلام يأتي من الله إيه السلام بقى اللي هيجينا يبقى أول سلام هيجينا من الله ونبتدي علاقتنا فيه من الله سلام المحبة الربانية وسلام المحبة الربانية بيأتي من الله أولا جبت الكلام ده منين أنا شايف أنت تحب ربنا وبعدين ربنا يحبك لا ربنا ما يربطاش هذا المعنى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فبدأ بحب الله ثم حب الناس هاي يقول لي طبعا نعمل ليه في قولي تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يكشف لكم عن حبه يبقى رمضان شهر العبادة بس أحدى عارفين ومتعودين أن الناس بتهتم بالعبادة أكتر في رمضان وبيكون عندهم حالة من حالات السمو والروحي هو رغبة في الإقبال على العبادة والرغبة في التقرب من الله وده في حد ذاته شيء كويس وعشان كده الناس بتكثر من العبادة ولكن لابد لهذا الإكثار أن يصنع تغييرا بداخل الإنسان لازم يصنع سلام عشان يحصل السلام ده لازم تبتدي البداية الصحيحة وأكتر شيء ممكن يخليك تبتدي البداية الصحيحة هو إن أنت تستثمر في قلبك كيف تستثمر في قلبك تستثمر في قلبك بأن تعلم أنك تتعامل مع من يحبك وليس مع من يتربص بك أو يكرهك وهذه المحبة تفضل من الله تفضل من الله طب ليه يحبني كده فكريم لما كانت الكائنات لما الإنسان بيعصي الله سبحانه وتعالى البحارة عايزة تغرق ابن آدم والأرض عايزة تبتلع ابن آدم والجبالة عايزة تتهدى على ابن آدم الله سبحانه وتعالى يقول لهم إيه لو خلقتموهم لا رحمتموهم وعشان كده من أعظم التعبيرات النبوية اللي بتوضح أن الإنسان ممكن يصل إلى السلام ويرتاح ويهدأ لأن السلام معاه راحة البال والسلام معاه راحة القلب والسلام معاه انشراح الصدر والسلام معاه أن انت تنزل الأحمال اللي عندك من أكثر الحاجات اللي ممكن توصل بيها إلى السلام في علاقتك بربك هو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه وسطره فيستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا إيه كل الحب ده الله سبحانه وتعالى حبه حبه لنا لا يجبره عليه أحد ولكنه حبه لأنه الأحد هو يحبنا ولذلك يعطينا بلا ثمن طب أنا بقول كده ليه عشان محدش فينا يقف ويقول أنا لن أستطيع أن أفعل ما يحبوني الله من أجلي ولذلك الله سبحانه وتعالى من حبه لنا يحبب لنا ما يرضاه ولذلك لا تشتغل بالحسابات ولكن تشغل بالمحبة فهل جزاء المحبة إلا المحبة لأن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أن يكون الله ولذلك كان علامة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما والصيام أحد الأمور اللي يظهر فيها سلام المحبة الربانية لأنه سبحانه وتعالى قال فيما روى حضرة النبي عنه فإنه لي فإنه لي شوف الخصوصية وهنا نعرف أن في نوع من المحبة بجانب محبة الرضا اللي فيها رضي الله عنه ومرضه عنه فيه كمان محبة محبة الخلقة اللي ربنا خلق بيها الإنسان طب إحنا المحبة دي ممكن تعالج فينا إيه تعالج فينا حاجة سيئة جدا تعالج فينا التعلقات والتعلق بالحبال الدايبة اللي هي حبال كل ما سوى الله وهو الالتفات إلى الآخرين اللي التفات إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى كل ما تلتفت إلى الآخرين وتتعلق بما سوى الله إيه اللي حاصل يذهب من قلبك زوق السلام سلام المحبة الربانية فالمؤمن يشعر إن بالسلام لما يشعر بأنه يعيش مع حبيبي في كنف حبيبه سبحانه وتعالى ويمكن علشان المعنى ده حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أباني كل شيء ولا لي أهمية أهم حاجة أنت لا تغضب علي فأول شيء يمنعنا من المحبة ده في هذا الشهر هو سوء الظن بالله إنه لن يقبلك إلا بعد أن تقص على نفسك وتتعب نفسك وتفضل حاطة نفسك تحت استرس حتى تشعر إن العبادة بقت عب وتعطي تجري 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 أنا لا أقصد أنك لا تكسر من العبادة ولكن تكسر من العب اجعل العبادة روحة بينك وبين الله لذلك الصلاة اسمها التراويح لأن العبادة من عالم الجنة من الروح والرائحان فأنت لازم لما تقبل على العبادة تقبل على رقاء الحبيب ولذلك وجعل الأذان لأنه يقول لك إن الحبيب ضرب لك معادا لتأتي إليه كما أن الصوم إن الحبيب أعد لك جمالا اسمه الصوم وقال لك فإنه لي فإذا أتيت تأتي إلى حبيب يهديك بالصيام ويهديك بالصيام هذا هو أول شيء لازم عشان تحس بيه السلام لكن ما تحسش أن ربنا سبحانه وتعالى أكيد بيكرهني هو الله سبحانه وتعالى يطلب لقائك وأنا أقول لك شوية أشياء تعملها عشان تستشعر في قلبك هذه المحبة المحبة الربانية أول شيء عشان تستشعر المحبة الربانية وتترك سوء الظن في الله شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجي الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام بيشتبشر صلى الله عليه وسلم فلذلك عليك بعبادة اسمها عبادة السر صدقة في السر مناجاة في السر ركعتين في السر كل دولة ينشطوا إنك تستشعر إن ربنا بيسمعك يسمع قلبك وهنا تستشعر سلام المحبة مع الله الأمر الثاني أن تكسر من النوافل لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عن رب العزة ومزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يفسر به ثالث حاجة توجه إلى الله بهذا الدعاء وهذا الدعاء أريدك أن تقوله بقلبك قبل أن تقوله بلسانك تقول يا سلام أشهدك أنني قد تبته من أن أستجيب لنفس الأموارة بالسوء إذ أنها حجبت قلبي عنك فإني أعلم أنك تسمع صوت قلبي وأعلم أنك ستعينني فيا سيدي أسألك أن تكتب لي مددا يرفع عني حجابي فلا أنشغل إلا بما بيني وبينك يا سلام يا ملك قلبي حاشاك أن ترضى بوحلة زنبي وغرقي في كآبتي وكربي فغس الفؤاد ومهجتي من غفلة ومشغلة وشهوة عن تجليات ودك وجمالك اللهم انظر إلي بنظرة تشغني عما سواك واجعلني يا زلجمال غارقا في شهد الوصال يا رب العالمين اجعلنا غارقين في شهد الوصال واجعلنا يا ربنا نشعر بهذا السلام إذ أننا معك يا حبيبنا يا من بيديك سرنا يا من إليك مرجعنا يا سلام ألهم قلوبنا السلام بأن نتيقن من محبتك فأنت وحدك الذي تعلم أننا نحبك فنسألك أن تغرق قلوبنا في سلام محبتك يا رب العالمين إحنا ننتظر منكم تقولوننا لما هتجربوا سلام المحبة مع الله إيه اللي هيحصل وإيه اللي هيكون في قلوبكم وإيه اللي هيجري على بالكم هننتظروا ونجاوب عليه على صفحتنا صفحة دينامج ولا تعسروا ودايما نلتقي بكم على الخير هنفضل نصير بالسلام ده لغاية ما نخرج من رمضان بقلب سليم فاصل ونرجع نتلقى السئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعض الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة دينامج ولا تعسروا والمرة دي الصفحة بتاعتنا في رمضان كمان عايكون لها دور كبير إن إحنا كمان وكأننا عن ساعة بعض على إن إحنا ندخل في ساحة السلام الواسعة السلام المولى سبحانه وتعالى والنهار دا بفكركم إن إحنا النهار دا تكلمنا عن سلام المحبة الربانية وبذكركم إن إحنا بنتكلم عن سلام يأتي من محبة الله لنا وأن الله سبحانه وتعالى لا ينقطع عن محبتنا أبدا ودليل ذلك الأرزاق التي يهبنا إياها بغير حول منا ولا قوة وتعالوا نبتدي نأخذ أول سؤال في حلاءة رمضان من الأستاذة هند من المنوفية أستاذ هند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وحضريك طيب يا عبد الشيء وكل سنة وحضريك طيب وبصحة والسلام يا فني الله يخلي أنا كنت أعيزك الأول تدعيلي إن ربنا يفكي قرب إن شاء الله ببركة هذه الأيام المباركة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ويسع عليكي ويفتح عليكي أبواب الخير ويشرح صدرك ويريح بالك ويشزيل عنك أمك يا رب اللهم أمين اللهم أمين تفضلي آه أنا بس بطمع يا أستاذ هند بس إن أنت حضريك توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون حاضر حاضر يا عميش إيه تفضلي إزاي أستشعر إن ربنا قبل مني صيامي يعني أنا بصوم دلوقتي علشان إحنا بنصوم دلوقتي طيب إزاي بقى أعرف إن ربنا قبل الصيام مني طيب ده سؤال حضرتك وسؤال حضرتك منطبق جدا جدا أو ده أحد المشاكل اللي عندنا بسبب عدم استشعار سلام المحب أستاذ هند لازم تعرفي إن عبادتك دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها وسيلة عشان تكوني أنت على وصال مع الله على محبة مع الله العبادة دلوقتي حضرت النبي قال عن الصلاة إيه صلة بين العبد ورب وقال حضرت النبي فيما روى عن رب العز عن الصيام فإنه لي فالأساس إن العبادة جاية عشان تخليك في وصلي مع الله فأنت عليك إن أنت تنشغلي بما هل ربك يرضى عنك ولا لا طب متى ترتاح إن هو لا يرضى عنك كل ما فعلتي بعد العبادة عبادة وتعلق قلبك بالعبادة فما بقيتش قادرة تسيب العبادة وبقى قلبك متعلق بالعبادة وبقيت تحب العبادة والعبادة بتخرجك من ضيق التفكير في الدنيا إلى ساعة التفكير في حضرة مولاك آه كده يبقى العبادة مقبولة يبقى علامة قبول العبادة لكن مش هيجيلك وحي يقولك إن العبادة قبلت لكن هيجيلك وصلي يقولك إن أنت حققتي المراد والمقصد من العبادة إيه المراد والمقصد من العبادة؟ أن تظلي مع الله أن تنظري إلى الله في كل شيء أن تقبلي على الله ولا تنقطع عن الله أن تحسني أخلاقك لأن الله يحب مكارم الأخلاق هو ده إذا أنت عملت ده يبقى عبادتك مقبولة إذا العبادة بتاعتك حسنت أخلاقك إذا العبادة بتاعتك دومت عليها إذا العبادة بتاعتك أصبحت تحس بشوق إلى هذه العبادة إذا العبادة بتاعتك يسرت عليك حياتك أنت مقبولة العبادة هكذا تبقي مقبولة العبادة أستاذ هند معنا الأستاذ إسراء من سهاج أستاذ إسراء أستاذ إسراء معنا حاولي كلمين أستاذ إسراء مرة تانية لو تكرمت أستاذ ما هتتفضل وعليكم السلام عليكم كنت عايزة أعرف من حضرتك بس إيه حكم الدين في زوج باع شقة الزوجية التمليك وطرد براته وما بيصرفش العليها ولا على بنتها بطلقة تاني حاجة يا فندم أطلع الزكاة المال أنا مثلا عندي 180 ألف دنيا في البنك هل دول عليهم زكاة ولا صدقة في البنك فيهم إيه 170 دولة بعد إذنك هل هم في شكل شهادة ولا في شكل إيه النص شهادة يا فندم ونص سايل بس يعني بس تعملهم على طول أو يعني بسحب الفلوس وأصرف علي علي بحيث إن أنا ماريش مورد تانية أنا عايش ومعايش ضعيف جدا طب أنا أقول لك القاعدة اللي تساعدك على مسألة الجواب على ده وخاصة إن أنا شايف حضارك ممكن يعني ممكن تخليك معانا السؤال الأولان السؤال الأولان السؤال الأولان يا حضارك بتقولي حكم الزوك اللي باع شقة الزوجية ورمى أولاده وبصليف شقة كل دي أشكال من أشكال الظلم بس هو إذا باع شقة الزوجية ولكن وفر شقة ووفر سكن لأولاده تاني مش لازم سكن الأولاد يكون تمليك لكن لازم يوفر الزوج لأولاده الأمان الزوج ليه الأمان لأنه مطلوب شرعا أنه يرعاهم كلكم راعا وكلكم مسؤول عن رعاية فتأمين الأولاد وتأمين الأسرة جزء من مفهوم الرعاية فإذا لم يفعل هذا الزوج يبقى كده وقع في الظلم ظلم يعني إيه؟ يعني خان الأمانة التي أودعها الله سبحانه وتعالى عنده اللي هو الزوجة والأولاد نعم كنت عايزة تقولي حاجة أستاذ المه هو حضارك هو ما جابش شقة يعني جاب شقة ليه هو بس يعني ليه هو بس إيجاره قاعد ليه وزوجته ما لهاش فوق أي حروق عنده اللي هو أنا يعني دلوقتي يعني هو راح قاعد في الشقة الإيجاره ما قالش الأولاد وما قالش لحضرتك والأولاد وتعالوا ونعودوا معايا لا يا فنز سواء يعني إذا كان هو ما عملش كده فده ظلم ولا عزو بالله لأنه من أعظم الاسم ده كبيرة إنه من أعظم الاسم يعني من أعظم الظلم ومن أعظم المعاصي أن يضيع الرجل من يعول والسكن ده جزء من الحاجيات الأساسية عند الإنسان هذه الزوجة موقفها إيه المادي إياه أولا ما بيصرفش عليها يا فنزم هو بيصرفش عليها أول حاجة الزوجة تعمل إيه تدخل وسائط يحاولوا يقنعوه بأنه هو يعود عن ظلمه ده ولو حبت إن هي تتفضل إياه والزوجة عندنا في مركز الإشار الزواجي عشان نحاول أن نصلح بينهم أهلا وسهلا طب إذا ما كانش ده متوفر تضغط وتطلب حقها وحق أولادها بكل الوسائل لأن ده حقها الحاجة التانية والمهمة مع أن دايما بنكرن وبنأكد على أن الجواز بيتبني على القيم مش بيتبني على الصراع فالجواز أصلا بيتبني على القيم وليس على الصراع المسألة التانية الأموال إذا بلغت 85 جرام ما يساوي 85 جرام أو زيادة وحالها لها الحل بيبقى واجب عليها الزكاة إذا كانت الأموال دي في شكل شهادات استثمار وليس هناك شيء غير عائدة هذه الشهادات لكي ينفق منه يبقى خلاص هطلع 10% من الريعة لا ده في أموال أخرى ممكن أنفق منها هيبقى على المال كله هيطلع 2.5% سواء على شهادات الاستثمار أو على المال الموضوع في الحساب الاستثماري أو الحساب الجاري نعم أستاذ أمل تتفضل السلام عليكم زي حضرتك وعليكم السلام عليكم أحتكاة أستاذ أمل أنا بسأل بس أنا مش قادرة أمتزم في صلات الصجر مولاني مش قادرة تلتزم بمعنى مش قادرة تصحي في موعدها أنا بيبقى عندي شغل الصبح وبشتغل كتير قوي دائما ممكن أبقى صاحية بس يفضل بقى شي تاني يقول لي أنت لو قمت اليوم هيبوز وحتبق لي صاحية لغاية الصبح لغاية آخر اليوم فاليوم بيبوز مني يوم فصلاة الفجر بالذات عندي فيها مشكلة مو دلوقتي اليوم بيبوز منك برضه مش كده بيبوز مني إزاي بيبوز منك لأنك نفسك مش راضية بالذب هو أنت عايز أسألك سؤالة هو مين قال إن حياتك هي الأرقام حياتك الأول خالص هي باطنك قبل أن تكون ظاهرك الناس دلوقتي ممكن يكون عندها كل ما يملكونه في الدنيا وبواطنة خاربة هل دا بيخليهم سعداء؟ لا طول هل دا بيخليهم عندهم قوة وعندهم نشاط وعندهم قدرة على العمل؟ لا طول كل الحكاية بس أن أنت لازم تفهمي أني مثلا في بعض الدول بيبتدي يومهم من قبل صلاة الفجر من قبل توقيت صلاة الفجر هي المسألة بس أن احنا تعودنا على كده فأنت لو غيرت بالنمجك اليوم بيش هيحصل أي حاجة على فكر يعني أنت لو غيرت بالنمجك اليوم بقيتي تنامي بدري وتصحي بدري بيش هيحصل أي حاجة بالعكس هتستردي نفسك وهتحس بأنك أنت بقيتي شخص مختلف وبقيتي شخص أكثر أمانا وبقيتي شخص أكثر حرصا وأكثر إقبالا على الله فبتستديني أعمل إيه؟ حاولي تأخذي كل الأسباب اللي أنت تصحي لصلاة الفجر وخاصة أن احنا دلوقتي عندنا حاجة مهمة جدا جدا أن في الغالب الناس تؤخر الصحور إلى قبل صلاة الفجر فيبقى عندك فرصة أن أنت تعدلي هذا النظام في النوم فنعمل كده واضح يا أستاذ أمل؟ واضح يا أحمد وإن شاء الله ربنا يكبرك أنا عايز أقول لك حاجة اوعي تحسي بأن حياتك متل أغبطة وأن في حاجة بتمنعك من الإقبال عن ربنا أبدا اللغبطة دي إحنا اللي بنعملها في نفسنا فتوكلي على الله وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكريمك ويفتح عليك يا أستاذ أمل نعم أستاذ إيمان تتفضل أستاذ إيمان أستاذ إيمان ممكن حضيك تحولي مرة تانية أستاذ إيمان أستاذ إسراء تتفضل أستاذ إسراء من سؤاج تتفضل أستاذ إيمان أستاذ إسراء تتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ إسراء أزاي حضرتك يا دكتور أنا بحبك في الله الله يرضى عنك ويحفظك ويزيدك نور وبركة كل سلام حبيك طيبة وانت طيب يا دكتور بقول لحضركك أنا عايزة أحفظ القرآن عايزة يثبت في دماغي أنا أحفظه وعمش أنا عايزة القرآن يثبت في دماغي فأدينا طريقة أحفظ بيها القرآن طيب أنا أقول لك طريقة تجربيها وإذا ما نفعتش نجرب تاني بس إحنا القرآن عندنا مش القضية فقط إن إحنا لو ما حفظناش نيأس لا إحنا نفضل مع القرآن لأن القرآن حياتنا لأن القرآن إيه حياتنا أقول لك حاجة أول حاجة لما تيجي تحفظ القرآن تحفظ القرآن في ثلاث أوقات الوقت الأولاني وقت الصبح بدري الوقت الثاني قبل النوم الوقت الثالث وقت الهدوء يبقى بتحفظ القرآن في ثلاث أوقات تشوف الوقت البدري تحفظ في القرآن ووقت قبل النوم تحفظ في القرآن والوقت اللي هادي في يومك الوقت اللي ما فيهوش دوشة الوقت اللي انت اهو الثلاث دي اوقات اللي انت يبقى ده من ناحية الوقت من ناحية الترتيب احفظي خمس ايات خمس ايات يعني لما تيجي تحفظي احفظي خمسة خمسة مش لازم تحفظ كتير بدلا انت بتقول بياتفلت منك احفظي خمسة خمسة لان فيه رواية ما نحافظ خمسة خمسة لم ينس فاحفظي خمس ايات ويمكن دقت اللي كان بيعملوا الصحابة ان هم كانوا يتعلموا الخمسة ايات من القرآن ثم يعملوا بيهنة ثم بعد ذلك يحفظوا غيرهم يبقى دي تاني حاجة تالت حاجة بقى يبقى عندنا توقيت وعندنا عدد من الايات الحاجة المهمة كمان ان انت لازم تعمليها ان انت لا تملي صلي بالقرآن كتير اللي تحفظيه صلي بي اللي تحفظيه صلي بي اللي تحفظيه صلي بي على طول كل ما تعملي الكلام ده كل ما الكلام ده تيخليك ايه طبعا مع اخر حاجة مع التدبر في القرآن الكريم اللي الايات اللي انت بتحفظيها تدبري فيها الاربع حاجات دولة هيساعدوك جدا على حفظ القرآن ان شاء الله وربنا يكرمك ويكتب لك الخير كله استاذ ايمان تتفضل سلام عليكم سلام عليكم اتفضلي يا استاذ ايمان معالش يا دكتور اعطالك شوي لا يتفضلي ربنا يبارك لك لو سمحت انا من ساعة ما تجوزت بلدي 20 سنة بجوز يمهمل معي خالص ومخلفة منه ترات اولاد وعازل واحدة يعني ما بيجيش لالاقة زوجية لكل خمس ستة شهور كل سنة كله وعيش معنا في نفس المكان يعني يعني ما زردش بره بيستغولي لحتى هل ظروف شغله بتسمح له انه يجي في وقت متأخر ولا حاجة؟ لا لا ده عالية الوقت قاعد في البيت عالية الوقت قاعد أصلا في البيت وهو عنده عقب رجليه كنت لسه اسألك كنت لسه اسألك في بعض الاحيين بعض الاوقات يعني بتبقى مشكلة العلاقة الخاصة هو احساس الشخص بان الشخص الاخر ده بيتكبر عليه يعني ايه؟ يعني هو بيحسسه انه هو فيه حاجة نقصة او فيه حاجة تدايقه او فيه اي شيء بيخلي الشخص اللي هو ما بيحصلش على مسألة العلاقة الخاصة دي سببه انه هو بيحسس الشخص التاني بانه هو افضل منه او ان الشخص نفسه هو حاسب كده اللي هو بيمتنى عن العلاقة فبيبقى ده شكل من اشكال الانتقام او شكل من اشكال الاناسفة شكل من اشكال العقوبة من غير ما يكون الشخص ده داري هو نفسه بتقول لا انا مش همارس العلاقة مع الشخص ده لان الشخص دوت بيقلل مني فخليه بقى يتدايق خليه يحس بقى بامتي فبتبقى فيها شكل من اشكال العقوبة وشكل من اشكال ساعات الانتقام فانا رأيي ان في الاوقات اللي زيتي انه بنوعد بقى جلسة مصارحة ونزداد في الحنان على الشخص ده لان بعض الاشخاص بيكون الحل معاهم هو ان انا ازداد حنان معاهم مش ان انا ازداد مسألة واضح ان حضرتك ممكن تكون شخصيتك شخصية مستقلة فالشخصية مستقلة بتحاسب لقدامها وكمان ممكن تصل الى حد الانتقاد فالانتقاد دوت بيخليه يحس ان هو لا هو محتاج ان هو يثبت لها ان هو راجل ويحتاج ان هو يثبت لها ده طب نفترض ان مع كل اللي انت عملتيه ده حنيتي عليه وبتديت تغيره من اسلوبك ما لقتيش فيه حل يبقى احنا محتاجين خبراء يبقى تعالوا على مركز الاشهاد الزواج في دارة الافتالة المصرية وقد يكون احنا محتاجين نسأل ايه اللي كان في تنشئة الزوج المبارك عشان نقدر نعرف ايه السبب اللي بيخليه يطيل البعد عن العلاقة الخاصة بهذه الطريقة نعم استاذ ايمان من اسكندرية تتفضل على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته الدكتور منعك ان انت تصومي لان فيه السيام ده خطر على حياتك على الجنين عشان انا احمل في شهر استيبة طيب اذا كان ده فيه خطر على الجنين احنا اصلا الحمل بالنسبالك احنا بنعتبر ان الحمل كأنه مرض فاذا كنت انت قادرة تصومي ما فيش مانع ان انت تصومي وانت حامل بس ايه القصة كلها ان لا ضرر ولا ضرار بما انك انت عندك مرض اناسف يعني بما انك انت حامل واحنا نتعامل مع الحمل كأنه مرض يبقى انت عندك رخصة اما ان الرخصة دي كمان فيها مصلحة فيها دفع مضرة عن الولد فانا ارى ان الاولى ان انت تفطري من اجل وتعوضي هذه الايام في ايام اخر لان انت يجوز لك ان تفطري بما ان الدكتور قالك فعلا ما بقولكيش ان انت لازم يجب عليك ده ولكن بقولك ان ده هيكون افضل لمسألت الطفل وخاصة لو الدكتور قالك هيتأكد ده ويزداد تأكده اذا الدكتور قالك ان فيه خطر على الطفل فيكون الافطار افضل يعني انت بتسأليني لما انت صمت بقى هل كنت ده حرام ولا لا حسب اللي قاله لك الدكتور لو قالك ان ده هي موت الجنين بعد ما وصل الى هذا السن ففيه ده عدي يبقى ده وتعيبقى لغيره مش لذاته مش انك انت لو ان الانسان مريض فصام هل يكونوا قاسم القلق وانت صوموا خير لكم لكن هو دوت عشان صحة الجنين فاذا كان الدكتور قالك ان الصيام هيلحق ضررا مؤقدا محققا بال ايه بقى انت لا ما كانت شريكي حق وده كان ممنوع عليك عشان ضرر الطفل اما وان لو ما قالكيش كده يبقى صيامك ده صحيح وليس عليك اثم بس راجع الطبيب ويسأليه عن مدى خطورة على الجنين هذا الصيام نعم استاذ كرم يتفضل ايوه ازاك فدلت الشيخ فضل ونعم الحمد لله استاذ الحمد اتفضل ايه استاذ كرم حضرتك دلوقتي انا كنت عايز اعمل قردة فدلت الشيخ بقردة بخمسين الف جنيه كردة AA قردة عشان ايه عشان خطر ان انا هنقل من الشقة بخص ان الشقة يعني احسس ان هي رحة مش يعني مش جاي معي يعني انت حاجات فيها يعني انت تاخد كل الفلوس وتحطها اه في توسعة الشقة في توسعة الشقة اه يعني انت تاخد الحاجات برضو للشقة برضو طيب يعني حضرتك بتقول ان انت هتقترض عشان هتقترض من بنك يعني عشان عشان توسع الشقة توسع انا عارف توسع الشقة وكمان تعمل توضى بالشقة كمان بالزبط كده طيب فانت بتسألني هل القرد ده حرام اولا ما هو مسموش قرد حاضر او ده مسموش قرد لان احنا خلاص استقارت الفاتوى عندنا اذا كان المال اللي بأخذه انت اصلا لما هتروح تأخذ هذا المال من البنك انت هتاخذ المال بالنبنك مسموش قرد لان خلاص ارتفع لفظ القرد ده من قانون 94 لسنة 2020 خلاص ما بقاش في لفظ القرد خلاص انت دلوقتي هتروح تاخذ الفلوس اخذك الفلوس ده بقى بنبص هالفلوس دي المشروع على المشروع ده هالفلوس دي الخدمة وهو حتى في اعطائك للمال في وثائق وفي اوراق اعطائك للمال بيسألك ايه سبب اخذك للفلوس ده فمنبص اذا كان بقى لتمويل مشروع لشراء سلعة لخدمة خلاص بيبقى ده وتسمع عقد تمويل وزي ما انا استفسرت من حضرتك كده فيبقى العقد ده اسمه عقد تمويل ومش قرد وبناء عليه يجوز لكن انت تأخذ هذا المال لان انت ستضع في هذا الامر ويكون هذا شكل من اشكال الشراكة وليس شكل من اشكال القرد شكل القرد ده هو يدي لك الفلوس على سبيل الارتفاق لكن لا ده هو يدي لك الفلوس من اجل هذا الغرض الذي من اجليه اقتردت هذا المال الذي من اجليه حصلت على هذا المال ولا يكون هذا من قبيل القرد ولكن يكون هذا من قبيل التمويل ويكون بهذا حلال ويجوز لك ان تفعله ويكون السكنة التي تسكنها في هذا البيت الجديد وفي هذا الدار الجديد جائزة وليس فيها اي شبهة وربنا ان شاء الله يبارك لك يوسع عليك يا سادة هنا النهاردة تكلمنا عن السلام وبدأنا حلقاتنا حلقات رمضان بالكلام عن السلام وكان لابد ان نبدأ نبدأ ببسم الله ونبدأ بماذا ونبدأ بالسلام من عند الله فبدأنا بالكلام عن السلام الذي كان هو اول ابواب دخلنا الى هذا الوجود وهو السلام الذي اتانا من عند الله وهو سلام المحبة الربانية ارتشفوا من شهد المحبة الربانية حتى تعيشوا في سلام ان الله يحبنا والجارية لما دعت الله سبحانه وتعالى وقالت اللهم بحبك لي اغفر لي كانت صادقة وتعالى لنقول ولندعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء يا سلام اشهدك انني قد تبت من ان استجيب لنفس الاموارة بالسوء اذ حجبت قلبي عنك فاني اعلم انك تسمع صوت قلبي واعلم انك ستعينني على نفسي فيا سيدي اسألك ان تكتب لي مددا يرفع عن قلبي حجابي فلا انشغل الا بما بيني وبينك يا سلام يا ملك قلبي حاشاك ان ترضى بوحلة زنوبه وغرقي في كآبتي وكربي فاغس الفؤادي ومهجتي من غفلة ومشغلة وشهوة عن تجليات ودك وجميل نظرك اللهم اشغني بجمالك عما سواه واجعلني يا ذا الجمال غارقا في شهد الوصار يا رب العالمين اكرمنا بجمالك في كل وقت وحين يا اكرم الاكرمين نسألك السلام يا سلام